بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات رابعة متوسط أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات والفيزياء أيضا مازلنا معكم مع خاصية طالس والخاصية العكسية لطالس بعدما شفنا خاصية طالس التي تستعمل لحساب الأطوال أنصحكم إلى العودة لهذا الفيديو دعلكم الجزء الأول الجزء الثاني للتمرين التطبيقي اليوم تبلكم درس جديد وهو الأعلى الخاصية العكسية لطالس إذن أولا هذه الخاصية تستعمل للبرهان على أن مستقيمين متوازعين طبعا نفس الشيء دائما لها شكلين شوفوا معي إذن دائما قلت هذو هما الشكلين الشكل الأول مثلت ساخير داخل مثلت كبير ثم بعد ذلك عدنا الشكل الثاني وهو على شكل فراشة سيكون المثلتين متقابلين بالرأس إذن قلت الشرط الأول في الخاصية العكسية أن تكون النقاط على استقامية واحدة وبنفس الترتيب إذن ما معنى النقاط على استقامية واحدة وبنفس الترتيب قلت لكم دائما استعملوا السهم هكذا يروح السهم هكذا نبدأ بالنقاط الموجودة على طول المستقيل قلت لكم بالنقاط على استقامية واحدة وبنفس الترتيب قلت لكم بالألوان ستقابلها بالأحمر يعني النقطة A تبقى نفسها هي رأس المثلتين هي ذلك الرأس المشترك ثم أكتب لكم بالأسود B تقابلها N شوفوا معي دائما B تقابلها N يعني النقطة B تقابلها النقطة الموجودة على نفس المثلت A B C والنقطة A بالأسود بالأخضر تقابل النقطة N إذن لماذا لازم يكون هذا الترتيب لأن N تقع على المثلت A M N و N أيضا لازم تقع على نفس المثلت لهو A M N كل نقطة تقابلها نقطة موجودة في نفس المثلت هذه هي الحيلة ندير السهم هكذا باش ما نغلطش ندير السهم هكذا نذكر الثلاث نقاط A B M وندير السهم على الضلح الثالث الثاني هذا ونقول A C M ونمشي يعني هكذا بالترتيب باش نقول على استقامية واحدة وبالنفس الترتيب يجي الترتيب بتاعي صحيح هذه هي الحيلة اللي حبيت من مدهالكم دائما استعملوها معي باش ما تتخلط لكمش ويجيكم الترتيب صحيح نتمنى أنني وفقت الشرح هذه النقطة بالذات لأنها هذه النقطة لأولياء والتلامين ما فهموهاش إذن نتابع إذن بعد ما كتبت لكم الشرط الأول ننتقل على بركة الله الشرط الثاني الشرط الثاني لكي نستعمل الخاصية العكسية أن يكون أن تكون النسبتين متساويتين مهما أتي النسبتين هما A B على A N تساوي A C على A N نكتفي بالنسبتين فقط ما نزيدش النسبة الثالثة هو A B طول المثلث الصغير على طول المثلث الكبير ودائما نكمل على النفس المستقيم A M تساوي A C على A M A C على A M لاحظتوا أن هنا هنا الأ يتكرر أربعة مرات إذا تحققنا الشرط الأول أن النقطة على استقامية وبنفس الترتيب ونحسب النسبتين على حدة ونلقاها متساويتين رح نقول حسب الخاصية العكسية لطاليس مباشرة هنا نجي النتيجة فإن النتيجة هي فإن كلمة إنا وشنا نتحصل نتحصل على التالي المستقيم C B يوازي M N إذا نقول فإن C B يوازي M N وبالتالي برهننا أن المستقيمين متوازين أتمنى فقط أن يكون واضح هذا بالنسبة للشكل الأول لهو شكل مثلة صغير داخل مثلة كبيرة رح ندير لكم بنفس الطريقة كي يكون عندكم الشكل الفراشة إذن نتابع مع الشكل الثاني وهو شكل الفراشة إذن يقول إليك الشكل المقابل إذن عدنا الشكل المقابل عدنا مثلتين A M N والمثلة الكبير يقابله أو متقابل بالرأس مع المثلة الصغير A B C إذن هنا متقابلين بالرأس إذن مش عندي ما هي شروط الخاصية العكسية للطالس هي نفس الشروط تح الشكل الأول الشرط الأول شوفوا معي حيلة بسيطة باش متغلطوش في النقاط ديروا سهم هكذا نبدو نعد في النقاط لازم تكون A A B يعني ما نبدأش B A لا دائي لأنني رح تتخلق لي نبدأ هكذا الإتجاه من الأعلى إلى الأسفل أقول أن النقاط A A B إذا نكتب A A B شوفوا ما هي A ندير نديركم بلون مغير A بالأسود A بالأحمر كيف نشرح أكثر أكثر و B بالأخضر النقاط M A B والنقاط مرة أخرى ندير سهم من الأعلى هكذا والنقاط N A C يعني التي تقع على نفس المستقيم هكذا شوفوا ما هي تقع على نفس المستقيم A A C والنقاط N نكتبها بنفس اللون لتقابلها A ثم عندي بالأحمر A ثم بعد ذلك وش عندي عندي A A C بالأخضر نشرح لكم إذن نقول أنها على استقامية واحدة وبنفس الترتيب وش معلتها بنفس الترتيب شوفوا ما هي M تقابلها N M تقابلها N يعني M موجودة في نفس المثلث مع N ثم بعد ذلك A تقابلها A ثم بعد ذلك B تقابلها C يعني كل نقطة تقابلها نقطة لرهي في نفس المثلث أتمنى فقط أن يكون واضح هنا في الخاصية العكسية الترتيب مهم جدا لازم نذكر الاستقامية ونذكر الترتيب الشرط الثاني نفس الشرط بتاع الشكل الأول لازم يكون المستقيم أم أن يوازي المستقيم بسي وأم أن عفوا ليس الشرط أعتذر النتيجة هي المستقيم المتوازين الشرط الثاني أن تكون النسبة شوفوا معي A B على A M تساوي A C على M نفس النسبة في الشكل الأول شوفوا معي نبدأ نبدأ هنا بالرأس نقول على نفس المستقيم A M أو نقول A B كما أحبيتو مثلا نبدأ بالمثلة الصغيرة نقول و نحسب النسبة A B أحبيتو 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 الآن A C هذا النسبة A C تساوي A C على ماذا؟ على نفس المستقيم مش كاين كاين ضلع المثلة الكبير A M أو ندير العكس ندير A M على A B هل تساوي A M على C كيف ذلك أستاذة نحقق الشرط الثاني و نحسب النسبة A B على A M على حدة و نحسب C على A M على حدة ثم أقارن النتيجتين إذا كانت متساويتين نقول فإن بعدما حققت الشرط الأول النتيجة هي كالتالي فإن النتيجة وش هي النتيجة B C المستقيم B C يوازي المستقيم M M صدقوني أن مثل هذه التمرينات خاصية طالس جيكم كثيرا في الفرص والاختيرات ضارت ربما أيضا في شهادة البعية أتيت إلى نهاية هذا الفيديو أتمنى فقط أن وفقت في الشرح المبسط لهذه الخاصية العكسية إن شاء الله في الفيديو القادم نجيب لكم تمارينات على هذه الخاصية العكسية ما تنسوناش فقط باللايكات والتعليقات الجميلة في انتظار ذلك أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه والسلام عليكم وحمد الله وبركاته